بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا رب ما يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أغصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ولال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الغرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فاجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسباج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تغذير العزيز العليم فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقبون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتبوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين شفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أبعم إن أنتم إلا في ولال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بنفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مما لغدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محورون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن يعبدوني هذا صراط نسباقيم فلقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستمعوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخنق أفلا يعنقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون بذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن بقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أبلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نضفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات من أرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو لخلاق العليم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر